موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم أجمل ترحيل في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج لآلئ ودرر من تفسير قصار الصور هذا البرنامج الذي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك نعيش فيه مع صور كتاب الله سبحانه وتعالى فرمضان هو شهر القرآن اليوم سنعيش مع صورة العلق تلك التي نزلت على سيدنا محمد فيها أول ما نزل من الآيات تلك التي بدأت بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق تتحدث هذه الصورة عندما نقرأها في أهميتها في معانيها من أهم معانيها هو عن أهمية الوحي للإله للبشر فهي ابتداء الوحي فكأنها تريد أن تعطينا أهمية هذا الوحي للبشر هذا الوحي الذي يحفظ البشرية من أن تكون بشرية طاغية يحفظها من أن تنسى الآخرة وتنسى رسالتها وهدفها يحفظها من أن تعتدي بعضها يعتدي بعضها على بعض هذا الدين دين العلم دين القراءة أول كلمة نزلت في الوحي من عند الله سبحانه وتعالى هي اقرأ هذه وحدها تدل على أهمية العلم تدل على أن ديننا دين العلم وليس دين الجهل على أننا دين الأمة التي تريد أن تبني حضارة ليس أمة تتنكب وتبقى أمة أمية نزلت هذه الآيات على أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب لكنه أراد أن يلفت انتباهها لأنها ستقود الأمم وستقود الدنيا بأكملها فهي أمة اقرأ لكن الأسف الشديد في هذا الزمان أمة أقرأ لا تقرأ أمة العلم لا تنتبه للعلم المسلمون الذين هم في الأصل يرتفعون بعلمهم الآن لا يكترثون إلى هذه العلوم بل ينتظرون إلى أن يأخذوا علومهم من هنا وهناك انظروا معي إلى أول خمسة آيات من هذه الصورة كلها تتحدث عن العلم وتكرر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تتمحور على أدوات هذا العلم القراءة الكتابة القلم لاحظ مثلا اقرأ ذكرت مرتين علم ذكرت مرتين ذكر القلم ذكر يعلم هذه إذن التركيز على العلم وسائل التعليم القراءة والكتابة كل ذلك لكي يلفت انتباهنا إلى هذا الموضوع المهم وعلى أنه ركيز هام جدا من ركائز هذا الدين وقيام هذا المنهج وهذا الشرع بإذن الله عز وجل وانظروا كيف ربط ما بين العلم وخلق الإنسان لذلك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ليش ربط بينهم حتى يقول بأن قيمة هذا المخلوق بعلمه على مقدار علمه تكون قيمته لأن العلم هو الذي يقرب من الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فإهمال الوحي إهمال التعلم يجعل الإنسان في طغيان فيطغى إذا لم يكن هناك وحي الوحي هو الذي يربط الأرض بالسماء وانقطاع الوحي أي انقطاع هذا الحبل يؤدي إلى الطغيان وإلى الفساد وإلى الهلاك ومن هنا ينظر المقاطع الصورة علمنا هذا ثم نقلنا في الصورة ليحذرنا من الطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إذا فقد العلم أو إذا كان العلم بعيدا عن الوحي وعن الضبط الإلهي انتقل الإنسان ليكون طاغيا يستخدم علمه في الطغيان يستخدم علمه في إهلاك الناس في ضرب الناس في قتل الناس في التجبر على الناس لأنه فقد الوحي فكان علما مجردا استخدمه في الفساد والعياذ بالله شو شعور الإنسان عندما يستغني عن الدين أن رآه استغنى استغنى عن الدين شعوره وهو يستغني عن الوحي يستغني عن الله سبحانه وتعالى إذن هذا كله سيكون مصدر للطغيان يستغني عن الله عن الدين عن الوحي عن الضوابط إذن هو سيضغى سيتكبر سيلحق بملذاته وشهواته وحظوظ نفسه في تعامله مع الناس وهذا واقع حقيقة لا الزعماء المستبدين والطغاء وطغاة الأغنياء وطغيان المتكبرين والمتسلطين وأصحاب المناصب الظالمين عندما يضغوا على الناس فلا تأخذهم بالناس رأفة ولا رحمة لماذا؟ لأن انفصل عندهم الوحي عن القوة وعن العلم لذلك يذكر الله قال إن إلى ربك الرجع هذه حقيقة البعث هذا حقيقة الربط لأن الوحي أكثر ما يؤكد ويركز على عقيدة الآخرة وأن هناك يوم حساب وأن الإنسان سيجزى يوم القيامة عن كثير من الأمور هناك تنقلب الموازين عندما يضغى الإنسان ويبتعد الوحي قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الإنسان يرحينها للإنسان الطاغي والفاسد والفاسق لكن هؤلاء عندما غاب الوعي تجبروا وطغوا فنهوا الذين يعبدون الله والذين يصلون فكانوا يصدون عن دين الله ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لذلك وصف نوعين من الناس فقال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى حالتان من الهدى والضلال عندما يتمسك بالوحي الهدى عندما ينقطع عن الوحي سيكون الضلال لذلك جاءت الآيات في خاتم الصورة ليحذر الإنسان كلا لإن لم ينتهي لا نسفعا بالناصية فليحذر الإنسان ولينتبه فعندما يقرأ صورة العلق يربط أن العلم مهم لكن الوحي هو الذي يضبط هذا العلم ويضبط خلق الإنسان فكم هي المعاني الرائعة في هذه الصورة في صورة العلق لآلئ وذرر استخرجناها من خلال هذه الآيات وإلى أن ألقاكم حلقة جديدة أستودعكم الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة